ثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجازي الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تذخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجهه جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماع أن مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة وعدد من المسؤولين حيث اطلع الرئيس على الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية كما تطرق الاجتماع أيضا إلى مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاول والكباري على مستوى الجمهورية لا سيما تطوير الطريق السحلي بقطاعاته المختلفة وتطوير منظومة الرئي في واحة سيوى فضلا عن كابلة الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في مراسم جنازة الملكة لذبث الثانية وخلال حفل الاستقبال التقى رئيس الوزراء مع الملك تشارلز الثالث حيث قدم رئيس الوزراء التعازي للملك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما نقل تمنيات الرئيس السيسي للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار في عهد الملك تشارلز الثالث وعلى همش مشاركته في حفل الاستقبال التقى مدبولي رئيسة وزراء بريطانيا لستراس حيث أعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق لرئيسة الحكومة البريطانية في مهمتها الجديدة هذا وسط قام الجنازة الرسمية للملكة الذي بث في لندن اليوم بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المربوقة وتضفق مئة الألاف من الأشخاص على اختلاف مشاربهم من داخل بريطانيا وخارجها على لندن لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش واصطفوا في طبور امتدى لساعات طويلة على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لعملية عسكرية من قبل الصين وأشدد بايدن على أنه بموقفي هذا لا يشجع الجزيرة على أعلان استقلالها مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى قرار تايبي وكانت بكين قد عرضت بشدة الزيارة التي أجرتها للجزيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأجرت الصين بعدها تدريبات ضخمة استمرت أيام عدة في محيط تايوان وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى العاصمة الصينية بكين وأوضحت وكالة أنباء التاسا الروسية أن باتروشيف سيبحث في بكين ونقشت تطوير الاتفاقيات التي تم التواصل إليها في الاجتماع الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شيجين بانجا وذلك بقمة منظمة شنغهاي من خلال تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن حث الرئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الأمريكية مارك ميلي الجيش الأمريكي المتمركز في أوروبا على الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد على خلفية الوضع في أوكرانيا تصريحات ميلي جاءت خلال زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية في بولندا تضم جنود أمريكيين وقال ميلي إنه في حالة الحرب فأنه لا يعرف ما الذي يمكن حدوثه وأن الوضع يمكن أن يتغير تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي بأن بلاده لن تتوقف عن الهجوم المضاد الذي أدى إلى استعادة بلدات ومدن من قوات روسية وأوضح زيلينيسكي أن هناك العديد من البلدات التي استعادتها أوكرانيا في ضحفها السريع عبر الشمال الشرقية مشيرا إلى أن أوكرانيا يجب أن تكون حرة كلها ختم موجد الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر